النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون معتدل إلى حار نسبيا من المتوقع أن يستمر بالتأثير المنطقة بفعل مرتفع جويا شمي مداري علوي إضافة إلى كتلة هوائية حارة نسبيا متمركزة في أجواء الجزيرة العربية كتلة هوائية أكثر اعتدالا تتقدم باتجاه المنطقة اعتبارا من ساعة نهار الجمعة ليكون تقص الأسبوع القادم خريفيا غائما جزئيا معتدلا بشكل واضح وصريح بناء على ذلك نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقص اليوم الثلاثاء خريفيا مشمسا يتحول إلى غائم وغائم جزئيا خلال فترات ما بعد الظهيرة تسجل درجات الحرارة 31 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 16 درجة مئوية وتكون الرياح غربية معتدلة عند 15 كيلو مترا في الساعة أجواء الأربعاء أيضا خريفيا مشمسا إلى غائما جزئيا على فترات هناك فرص ضعيفة لبعض الزخات العابرة على مناطق الساحلية تبقى درجات الحرارة عند 31 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 15 درجة مئوية وتكون الرياح غربية نشيطة نسبيا عند 20 كيلو مترا في الساعة بالنسبة لأجواء الخميس تتعمق كتلة هوائية المعتدلة في أجواء تركيا تصل امتداتها حتى مناطق بلاد شام تشهد درجات الحرارة خفاضا مرحوظا مع تقس خريفيا غائما جزئيا تسجل درجات الحرارة 29 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 16 درجة مئوية وتبقى الرياح غربية نشيطة عند 20 كيلو مترا في الساعة في التوقعات متوسطة وبعثنا نتوقع بإذن الله تعالى أن تتعمق الكتلة الهوائية الخريفية المعتدلة في أجواء المنطقة ليكون تقس الأسبوع القادم خريفيا قائما جزئيا معتدلا مع احتمال ضعيفا لبعض الزخاط على المناطق السحلية وجبالها هذا كان كل ما يتعلق التوراة حلال جوية لقادم الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة